اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشت لسنين وبقى هذا البيت اللي انا اتفائل بيها قبل كل شي اريده ينجح انا اقرأ هذن البيت يعني حتى بالفترة الدراسية بالامتحانات باي شغلة انا اريد اروح اريدها تصير انا اقرأ هذن البيتين ربات سالفتنا نوبات الفرص ما تجعل حجم العطاء ومرات خلينا نقول الاشياء تنتظر وكتها الصح للظهور اشقد حلو من نوبات رب العالمين لزلك رسائل حتى تعرف مكانك الصح وين وحتى ما تحاول تقول انا وتتجرد من هاي الانا ويقولك لا انت هذا مكانك هم بها ربات هاي السالفة بانه انت من تجد اسمع قصيدة وتقول لا يعني باعد لي كواية واكواية يكتبون مثلي واحسن من عندي فال اذا خدمت انت ب بظرف معين وهذا مو بالضرورة بانه انت تكون افضل من بقية الناس لا اجوز الناس البقية افضل من عندك بس الضرف اللي يتحقق لك او اللي توفر لك ما توفر لهم بداية مليون هلو مرحبوا بيكم في حلقة جديدة من شهقة عشق المقدمة كانت غريبة نوعا ما لغرابة القدر لانه لو لا هذه الغرابة لكانوا نجومنا وشبابنا متصدرين خلينا نقول قائمة اسماء الشعر الشعبي كل قصائدهم من اسمائها امانتين تخليني اراجع نفسي كشاعر اكثر من مرة شعراء 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 جدا خلينا نبدي بالحبيب الراقي الشاعر عمر العلي مساء الخير عمر نورتنا انت النور والشرف الله سلمك اني فرحان اكثر والله ربي حبك يسلمك وشوفت عمر حبيبي الغالي والراقي أخوي عمر سالم شلونكم شون اخباركم والله الحمد لله خير اذا انتم خير بداية المقدمة كانت غريبة لسببان اول مرة قدم برنامج بهاي الطريقة لانه انا اصف الاستحقاق واضح بالشعر نعم انت من تقرأ قدامك وتشوف الشعر تعرف هذا المفروض الشعر وين يكون مكانه صح اكيد من تفقين على هذا الموضع اكيد اكيد كانت عندي فكرة سابقة بانه اجوز الشباب بدأوا الفين و واربعة عشر خمس عشر الفين وست عشر بدأوا اوكي الفين وثمان عشر تمام فجأت بانه احنا من عمر عمرا نفس العمر تقريبا نعم فرق سنة بيناتنا نعم وببادي نفس البداية تقريبا الفين وتسعة الفين وثمانية الفين وتسعة بالضبط قبل ان تستحقون الشكر لمنجزكم الشعر ليس العالم راح تسمعه الله يسلمك تستحقون الاعتذار لا شو الله اي مشكلة حتى اعتذار المشكلة بانه من يجي انسان وتحس بانه اكو تقصير اتجاه هذا الانسان من وسائل الاعلام بصورة عامة فانت تستحقون الاعتذار باسم كل اصدقائي دعونا نقول للقائمين على برامج الشعر الشعبي انا اخدم لكم هذا الاعتذار الله يسلمك بالعكس اننا فرحانين بكلامك هذا ونشكرك كلش عليه شرف قليل شبير حتى نطلع من هذا المود الرسمي اللي لم يتعفجنا عليه من البرامج ونرجع لعفوية مالتنا صدمت بشغل اولا عمار طلع كلش حشاش تماما هو هذا الان هو يخاف لديه هو هذا يخاف لديه دعونا نبدأ الحلقة ليس بشعر نبدأ بابو المرور شون سارتها في المرور عدوات الله صلوات الله صلوات الله صلوات الله صلوات الله تبرير تبرير عمار طلع بأحد البرامج قال انس هل مفارق خمس سنوات برر على مدلش ما عليك بالتعليقات وراها قل لي مالة بالمرور ايه قل لي توم فارق صار خمس سنوات فتعليقات صارتها وشي بين الموضوع تذيبها وشي ذاتها خمس سنوات تحبيت انت يا مواليد اصلا مواليد 92 ايه هاي الصدمة اللي عمار طلع هاي الصدمة ايه هاي الصدمة بأنه عمار طلع موالي 92 وموالao هاي ببني ان شاء الله انحت risks النجawi ان شاء الله ان شاء الله نجد ان نجح انشاء الله سأشتنا ماذا الشعر؟ ماذا الشعر؟ ستتنوتناتك من نفس العمور، أمين نبدل من اليمين؟ يلا، راعتك، ماك فرق؟ عموري، أكيد ماك فرق أسمعك إن شاء الله هتقول إجيتك مشتعل بس الزعل جامد ومو جيّة عتب لا، جيّة مواعد منارة شاطي لازم كل دقيق أندار أدورك بالوجوه بلهفة الفاقد منارة شاطي لازم كل دقيق أندار أدورك بالوجوه بلهفة الفاقد قلتلك عزعل يَنكره مني يزيد ينشِز بالتشفوة بالأصبع الزايد قلتلك عزعل ينكره منني يزيد ينشش بالتشفوة بالأصبع الزايد وقلتلك على الدنيا شما صبرت تنول وقلت لك صح له بس مو شربتهم ذاق قصير اسمه لچن السيف شايل طول كلهن سولفتهن والدمع شاهد ومو من ياختك مو من ياختك من قلبك يعتبيك مو من ياختك من قلبك يعتبيك الحنين وتنجبر بس عزتك تعاند مو من ياختك من قلبك يعتبيك الحنين وتنجبر بس عزتك تعاند وما شفتك مهزل حتى تحس حنيت من لون الجدر ينعرف راع البيت ما شفتك مهزل حتى تحس حنيت من لون الجدر من لون الجدر ينعرف راع البيت ومن بحة الصوت يبين الناشد شعب صندان إذا ما ينزره فين عام مرات الجروح تعيشق قائد بصوابك فتحت ضرش قثر لنخيوه لا طابت جرح لا نفعلها هايد أصوابك فتحة وفرج كذر للنخلوق لا طابة جرح لا نفيع لا هاي تكونان جرس بص فاحصاتي يا صير خاطر يحكي بيهم كل وجه عراق الله شتال حالاته زايدة تشكلية أتأذى لي أنشاي القلب والد الله شتال حالاته زايدة تشكلية أتأذى لي أنشاي القلب والد تترس بطنة يسكت يحكي مني يجوع الدف مثلك أطباعه وأفهم شي قاصد الله تترس بطنة يسكت يحكي مني يجوع الدف مثلك أطباعه وأفهم شي قاصد مثل بيت الدقم ما بي مجال الضيف قلبك كونه هيط لو عشق واحد مثل بيت الدقم مثل بيت الدقم ما بي مجال الضيف قلبك كونه هيط لو عشق واحد tiếng lock you وتجدم يمشي وياي تمشي الخارجك بس داخلك قاعد آه استفع مقاودك والجدم ينشو ياك ينشو بخارجك بس داخلك قاعد المن فاق دعيون الجبل وتفيد المن فاق دعيون الجبل وتفيد المن بالاملاق أركض ركض شارد وعليه من تسأل شجارحني وش رائد اهي جاية حوال طفل شموع وراح لا لا موج اهي جاية حوال طفل شموع وراح ما يفرق عليهم حار لوضع الله 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 عليكم ما يفرق عليهم حار بين الحرب بداية قوية تمام تمام احنا ذيش الشيارة متفقين هو غالبك بيه وغالبني به جاهي حسينا عليها بال ما نتذكر خلف مع المات مال أحلى من عندك لا ما نعلمش مالناك شي пять جواجه اهيه تبغذون اهيه اهيه اكتش تضايج التالي احلى من عندك احنا انتميه اتصالي اتصالي أنا أحلى من عندك انا قيش باعدك يا أمي أخي يلا نسمع خيطة قال تهول بلقفة يخليك إش ما ضمك يبيعك باتر ليلقيك ذهب منهوب يا رخص المساوى مضيك عزيز بروحتك بس من ترد تابوت الله عمار الله ذهب ذهب منهوب إش ما ضمك يبيعك باتر ليلقيك ذهب منهوب يا رخص المساوى مضيك عزيز بروحتك بس من ترد تابوت بارد من القلم تانيك ومثل ما للحرام بلا تعب جابوك ناسك مو حريصة عليا يا ماذيني حلم حتى من ريد حشيك ما وصفك مثل ما شافتك عيني زعلانين وحنا جروف مو شبعاد اقبالوا ما ملاقيني زعلانين وحنا جروف مو شبعاد اقبالوا ما ملاقيني وخرزة سبحة لازم ينزر في قلبه حتى الجاي يشريني ونبيدك عشت خاتم محيبس مو عزيز عليك بس يلقون تطيني وكل ما لقى بجرح وياك جلد وموس اش يزيح آثارك بعيني هالماشي تجي بيده وترد بيده يا العايشة تنقل طوس جامت شفوفك انت وبينت مجيوس وضمك وياك كنز حتى من دفلك هنتظى المنفوس وضمك وياك كنز حتى من دفلك هنتظى المنفوس وما ظن تبتعد عنه نار بجقار الروح تقرب ليك كل ما جاي تشعلني بنفسه سمع اليام تيعود حزن ما ينشد عنه جرح ودوائي يكتني يخيط وجرح مثل خياط شق الثوب يرجع نفسه كل ما تنوخذ مني فزاعة زرع وجدامك انت طيور يرد مني يشوفني فزاعة زرع وجدامك انت طيور يرد مني يشوفني وهذا قطن ما والم المرتاح والمجروح بس ينزف يبدلني وينلقى تشفوه في الماء يذب بالني وضمية العتب عازق اقبال عيوني بصرت على روح بعيد نفس مالي يبخذك تنغطي جنازق وضمية العتب ضمية العتب عازق اقبال عيوني بصرت على روح بعيد نفس مالي يبخذك تنغطي جنازق قلت له ياك بس مو من قلب ولسان الحج يقبيع الموازه الله وهاي الدنيا هالشه تقاع من تمشيها مش يتخوف بيها تضيع في قلب نادة متجازة وما بعد ذاك العشد غرب تلاقي ينبعت بصحبه كلمن قال للقلبه وتفارقنا دمع نفس الوجع بس كل من يدر بحال الله والسلام الله 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 سنت عمار الله خليك اه اشقد طورت كتابة هاي القصيدة والله ما اعرف يعني تقريبا شهرين يعني انا ما اكتب القصيدة بساعة بشهرين حلو اقل قصيدة هاي انا احشاهداي في طورت بيه سنة امر منارت شاطي عفون اشقد طورت منارت شاطي تقريبا سبوعين ثلاثة هيج اسرع بالكتابة يعني ليست فكرة اليومين نوبة تاخلص بيهومي او انا نوبة تخلص بشهرين انا اكتبت شاط Yout서 احمد انت طولت لديك اك Jung او Lou كل شيء طوولت هاي كل شيء حمستني تدري هيا قريبا اCam احظرا regardless ك 너صير عني هذا الحوار هاي انكتبت بيتين او تثت بيات ونعافت ряGB شهرين اكتبت جنة الباقيات اخبار ليس انفس ان I had to get the entry since i financial قبل تقريباً خمسة شهر أي كتب الدخول عمر يقول لما انت جاء البقاء كانتها تاني معوعد ايه كانتها الموعدة بعدين جاء تجاي تبليله اه انت هيسي قاعد حسن حتى نفن صنفة وجهك ايه 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 اه انت حسن فترت عليه غير خير ان شاء الله قبل تقريباً ست شهر صارت أقلي اللوح حتى ما أقدر أقولها هي لا أربعة بيات يعني؟ بالضبط أربعة بيات تقريباً وبقت الحد الآن هي موفكرة هي تجبالك تحس الموكتة هذا موضوع بجانب لازم نفتحها اللي هو اللي هو الشاعر يجبر نفسه على تكملة القصيدة لا لا تحالك ويطلع بها ضعف لأن هذا الجبر على كتابة موضوع معين أو على كتابة قصيدة القصيدة لا تتطلع بالمستوى المطلوب يعني هواي نجوم نشوفهم ينجبر على مهرجان ومن يطلع بالقصيدة الموضوع المهرجان خلاص يعني مو مستوى مو مستوى كل شيء هذا الشيء مو صح هو أصلاً يعني هسان قاعد هنا يوم عنده موضوع أحتي وي مهند أحتي وي مهند زين ذا ما عنده موضوع ليش أحتي ليش داخل بالضبط هزكت المهاويل تفادونا لو ضرونا أحتي ليش تضعك لا الشعر ما لا علاقة ما لا علاقة بالقالب بس هي أكو يعني أكشغلات أساعة أو شيء في هاي العناوين أنت معا أن يكون المهرجان بمهوال وبيشعر لو معا أن يكون مهرجان للمهويل ومهرجان لشعر هذا الذي أريد أن أصلي والله كل من هو صاحب الدعوة هذا الشيء صاحب الدعوة عمار حضرت مهرجان بمهوال أي حضرت حلو أنا هذا اللي أريد أن أصلي لكيان هذا يمكن أنني ما حاضر يعني إيش مهرجان جو المهرجان شعر ما لا علاقة لا بها سولا بقالب الشعر وين ما كان بس خلي 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 وصل لك هو يقصد للناس اللي أساءت لهاي للون الشعر يكون لناس أساءة شعر ما حالك شعر ما حالك شعر ما حالك شعر ما حالك قبل بالمنتدى قبل بالمنتدى شرنا شو نقول من 3D ترتب الأسماء اللي رح تقرأ ترتبها على أساس أساس الحضور هذا حيشكل جو قوي تمام فالشعر اللي يقرب صورة هادية ما تخلي مباشرة ورا ورا اللي يشكل جو قوي لأنه الجمهور متعب يكون شايف فترتب على هذا الأساس حافر على المهرجان قبل كانت الإذن تذوق أنا هسه أنا دا أقول يعني من إصاد المهوان ويقول للرباط والعالم يردون وراه وصير هاي الهوسة والدبتشة يقدر يرجع شاعر وراه شاعر وراه مهما يكون اسمه ما يشكل حضور هو أنا هذا اللي دا وصل له مو بس هاي إذا تسمح لي يعني أكتب على موضوع مرات حس الصراخ الصراخ الزايد على المنصة يجب شكل حضور عند الناس يجب شكل حضور فمرات نشوف مقاطع فيديو إحنا هل نحتي يعيش من السحمن أكثر؟ لا لا أنا مارد جيب أنا أحتي يعيش أنت تحتي يعيش؟ جمهور اللي يصيح عليها الشاعر ويتفاعل ويه الشاعر جمهور ما عنده ذلك أكيد هو إحنا أنا هالستة جاي تحتي لي موضوع فهمي يا على كيفك ومهدوء أفتهم أكيد بضضل الشعر شعر حتى بانقر حميس جاي تخوفني مثل ما تشتك عليها تريش؟ فهذا الصياح هذا الصياح هذا الصياح يعني كل شيء مؤذي للشعر نفسه الشعر اللي ما عنده مكانية وبهوسته يوصل كأنما حضوره ويشكل قاموا ويجبون بقمصانهم ويتوضون على المنصة هاي لا رأي ومهدوء هاي العكازات هاي العكازات اللي يستخدمونه يقول القميزة يشك لا يشك والله والله بعشرين ألف شين شكة والله ما شكة والله ما شكة والله هربع عشرين ألف هو ومهدوء جديد جديد هاي متصف بولي؟ هاي كل وسائل كسب الشهرة هاي؟ هاي؟ هاي صارت العناوين اليوتيوب تخلي اليوتيوب ترقاعة مشاعرة هاي العناوين والله هاي سوى بالجمهور هاي؟ شلاء نرجع للشعر هاي سافت الخرام شهر أرجع فراحت وضاك الحزن زين حاسب عسابت خون لأن بعض البشر عشينا يتوازن وصحيح أعتاز لك بسيح أسبت لي الصبح يفرجها ربك مهدوء العازل الله ما ميت عليك هواي عند عزاز إذا ينقص شتف ما تطيح الجنازة شاله هواي غيرك شاله هواي غيرك قلبي ما جازوه ما منتظر منك راح يتجازه حتى الأعمى إذا فات بدوره بمرتين ثالث مرة ما يحتاج عكاس الله هاي القصيدة عن لسان حال طبعا شاب ما مارد نحكي القصة لأن طويلة طيني مختصر يعني هذا الشاب كان يداوم بالجيش العراقي بالاتحادية من مناطقنا من صلاح الدين اللي دخلوها داعش هذا يتيم الأب هو اللي معيش عائلته فمن صار الدخول الداعش وشان بالدوم ما قدير رجع له 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 كأنه يعني باعتبار الدواعش كتبوا على البيت مالته يعني هذا مطلوب وهجره وهله بغير مكان وفي أيام التحرير أهله طلعوا وهم استشهدوا فبقوا واحده هو صار عليه ثجر لغم أهله استشهدوا مطلع قصوف وطريق بي ألغام وهذه السوالف فاستشهدوا هو أخ و أخت عنده و أمه ما عنده غيرهم فهو راح و لما حرر المنطقة وانفجرت عليه عبو ناسي فقصة رجلية فقال باعتمالي أشاب العراق راح فترة ورجع فسكنه ومنطقة فيسولف له المعاناة كلها يقول لي أنا مني هناك سر المغرب أحل العراق كل شي يأخذني للعراق ضل شهره ناك ورجع المهم فاكتبت عن لسان حاله يقول لي كل شي بروحي كل شي بروحي كان مني تبس أطلع منك بس دليل الشوري ما يسمع طيحت سنعقل ما مني رد النوم أحتيها ولمغرب عن قرار أرجع مو إلا بجدمي يمشى على وجه الزار مو إلا بجدمي يمشى على وجه الزار مو إلا بجدمي مو إلا بجدمي يمشى على وجه الزار قتلك وهاك قتلك جدمي وتنوع مثل نجمة رتب عينك تظلي فوق وللطاحة وإلك ما أدن لقد ترفع وما تدري ما تدريش وكت خيرك تجيس الإيد من الساتر يطيح وياقف المصنع تكلية العرس والحظة وبيك صغار تكلية العرس والحظة وبيك صغار والكبار الصدق نيشان للمدفع قاعك تنشبت ينسد حلقها تموت لذلك من ولدنا ما أردت تشبع رسالة عاجقة يراد لك مضمام وضمينا كمس بالتسهر والتدمع يا من تكبر علينا وندري طب ع الشام ينشز بالكبر وينكبرهمнее يب�ركم ربما ماينحزر وضعك ما ينحزر وضعك دمع المعرسات مدرع للو ولفلو على الأهل هلمع ما ينحزر وضعك ما ينحزر وضعك دمع المعرسات مدرع للو ولفلو على الأهل هلمع إهلال القبة إهلال القبة جنك ما تجيب العيد إهلال القبة جنك ما تجيب العيد بس الدمع جبت ونسكت ونقنع شو ما حصل الدفاتر بس شلع وصحاب شم حصل الدفاتر بس شلع بس خام شحص الرأس بنتك لطم ومفرع الله شحص الرأس بنتك لطم ومفرع وجه صبور أبد ما دام لأبي أغبيك الله وجه صبور أبد ما دام لأبي أغبيك نضحك ساعة إنه وعمر متوجع أنا كل الحجية تأتي وجه صبور أبد ما دام لأبي أغبيك نضحك ساعة إنه وعمر متوجع انا كل الحجيتين جيتين تمكسون انا توظى الترابك واسجي دوارك الله سلامتكم الله الله عليكم هيا تحية اكيد لكل قواتنا الأمنية تحية رب يحفظهم ان شاء الله رب يحفظهم اكيد ما تشلنا قاعدين هاي القاعدة الأولى وجودهم اكيد وين خفتنا ما شاء الله عليك اخي قول شلتك شلتك وين كتب فوق تشفوه فوداع ما لحكت ضمك من طحت حالوب وحتى منرد ضمك بالقلب شي فيه يدمش عالقلبه وانت بعز شتاك تدوب دوب بشفة اليغواك لا تنعاب منو قلبه التمر بس شي يصل بمذبوب ومكاتيبك مكاتيب الحرب وياي مامش تلمت المشتاك بالمكتوب كض دمعك ملح قلب العطش يحييه وزقين بمحبتك يا ععز محبوب وانقلن حرز ما بي مضر عليك تقل ما بي خاطر تنحس بمتعوب شتفني الحزن ماي بصور ضليت اهوى مني شتفني الحزن ماي بصور ضليت اهوى مني جايز ينفك المصلوب الوجب لا يدن عايف لحط لصواب حتى من النشد عند العذر مصيوب الوجب لا يدن عايف لحط لصواب حتى من النشد عند العذر مصيوب ولا تجزان مودو متقدم فوز السهم من يعبر الصيدن حسب مغلوب اي والله وما بيت بعاثارك صخر ضليت ميت له عدل ما اعرف اش محسوب مو بس تشفك المختابة حسعدار حتى الريح دامت ما تحرك البوب ومن كثر الدمع ما ينقرن مرتين الرسايل في دلاتشن ينمح المكتوب من كثر الدمع ما ينقرن مرتين الرسايل في دلاتشن ينمح المكتوب وما صح الوقت وحجل بقلبه كنت شوفكم وادع جان شمس غروب الله 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 تعب والله عموري شاركت بشاعر العراقية اي 2018 بال2018 أخذت شاعر شباب صلاح الدين نعم خلينا نحشى على جانب محافظاتكم ما بين السماء وما بين صلاح الدين خلينا نقول شعراء صلاح الدين نعم تمام كعدد واكي امكانية امكانية شعرية ماشي هو هذا العدد القليل اللي احنا دا نشوفه لو اكو شعراء مواصلين موظلومة نشوف مهند احشي لي بصراحة احشي لك بصراحة كل شيء العدد اللي شفته هذا الجزء بسيط من الموجودين المبدعين اللي موجودين بصلاح الدين وبسامرة وبصورة عامة كلها كلها قضية مصلاح الدين كل مدينة بيها ناس مظلومة مظلومة علاميا شون مظلومة علاميا سواء مثلا انت ما تعرفهم ما واصلي للإعلام انا من الناس ما تعبت عن روحي ما تعبت روحي بالإعلام يعني لا نشرت ببيج ممول ولا نزلت بقناة قوية وفي نفس الوقت انا كل شيء بعيد عن المقدمين وكل شيء بعيد عن هاي السوالف يعني ما اقدر اطبع لمقدم هاي كل شيء بعيد عنها وهاي السبب انا الصور القناة السامرة لا اطلع بها لليوم زين يعني خليها لليوم ما اطلع بقناة السامرة ولا صلاح الدين غير في 2011 زين صلاح الدين بها شعراء مبدعين مبدعين لهم مجال و لهم فرصة حس انهم معرفين عن المستوى العراق أما ان المستدرين الواجهة يعني هذا المو جزء من الموجودين جزء من الموجودين جزء من الموجودين يعني مهم الكل بالكل حلو السماوة حلو السماوة خير ما ضلع اللاجت هاي كنت توضاء هاهاهه هاس ندلم بكموا محلوة اسموا لها درجة الهاتف Lagarde الله السماوة به شعراء مبدعين اين انا اصغر شاعر بالسماوة والله يشهد بها عبداء compensation و شعراء مظلومين لان السماوة ما بها NAO não احس Rakcomuussado شاعري مبتيριاتكم و من تدياتكم يعني صارت قبل منتديات وانتهت توقفت بس حاليا هي قناة مذكرات اي قناة كل شي قوية هاي بس هاي القناة اللي وصلت وصلت تصواتكم ويعني مو خصوصا لسماء يعني مو بس سماو او كشعراء مغير محافظة قناة بس على سالفة المنتديات خدمة شعر الشعبي اي اكيد منتدة سامراء لشعر الشعبي هذا المنتدى سويناه بالفن 16 جدنا قبل بالجمعية طرعنا منعتها سوينا منتدة هذا المنتدى من الفن 16 للالفين وسبعة عشر شهر التاسع احنا نسويين ثمان مهرجانات قطرية اللي شامر من الالفين وتسعة للالفين وستععش ما نسوي غير مهرجان واحد احنا سوينا سبع مهرجانات إلى تسع مهرجانات قطرية بحضور أسماء مهمة بالعراق رفعة الصافي عباس الغالي بتحياتنا الهم كل مصدقان عمر القراغولي غيره غيره أسماء مهمة على الصباحاوي كل شعران المبدعين اللي جوناه سعد الزبيدي أبو ميسان فهذا المنتدى تحياتنا لهم كل مصدقان هذا المنتدى كان الحراك الشعري الموجود هناك المنتدى صراحة الدين والحد هذه اللحظة اكو مهرجان قريب بأسماء مهمة جدا على مستوى العراق اخر مرة قرأت شعر هناك بمنتدى شوكت آخر مرة قرأت قبر رمضان فترة قريبة الحمد لله منتدى سامرة دائما دائما عمر آخر مرة منتدى لا مهرجان ولا شيء منتدى مرايات طبعا بالامدينة بالبصرة يمكنني الشهرب ونتمتلك بالحضور قبر لشهادة hangi فترة رمضان كيف نسمع أننا نعشل هذا الشعر والدفاع الصيحة ها الشهر والضحك من شعر والشاكل كل من سببنا حسنا نعشح لحم انشوف امران اما عندش انت أمالك كيفك يا الولد؟ والله أحب بالقرآن لغير شاب يخبر هو ديبالي شاني يخبر سبيت أمام والله تخبر بالقرآن تعيرني شك والله تبس في العيونك لا شنو دحيتش بيها؟ ما بيك شي صعب بس إنه لا والله أتنينه غير لو عندك إنه والله تلع خبر نحتي على الحب نحتي على الحب سؤالك وين؟ السؤالي الحب من حياتك نعم أنت متزوج الحمد لله وكل إصطاف تحكي بهذا الموضوع? لا لم أتخاف لأنه الخطي الإنسان العامة أعتمال ما يرجع لا نعم اخي الإنسان العامة же أخبر أخي أخير أخو يا أمر ماذا كBoy منزوجدة؟ إحنا يحدنا نعم نعم أين ينزوج ألو أن يحب الموضوع؟ إنه الخط الأمي الان زوج تقليدي هذه الكذبة لا ترهم لكن ليس زواج تقليدي يعني دبلوماسية يعني زواجك لم تكن تقليدي لا لا باختياري و بإرادتي الناس دائما يقولون الزواج عن حب فاشل الحمد لله ناجم أنا صار لي لفترة طويلة صار لي تقريباً عشرة شهر ايه بعدك سيدك ان شاء الله موعدنا وياك بوادر السلبيات مرات تبين من أول أيام فعلاً صح بس إذا أنت مرتاح بفعاتك وانا مو بس على انتظر مولود جليدي إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله يجي ويتربه بعزك ويكون بخير وصحة وعافية هديمك يا رب انا ما عدنا شيء يعني وما مززوجين فلا تخاف والله عندنا علاقة حب ورش قبل ايه بس هسا قبل كانت عندنا علاقة اللي اللي فارقتها خمس سنوات أصدقها ذلك لكن مع رسال فعلاً ايه 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 الله ايه 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 شذر يا قلب خل بس الزهب يرضيك ترع للفضة من تنصاخ تتبدل ترع للفضة من تنصاخ تتبهدل تظل كل يوم تتبدل وحملك لو بقلبك شاطحك متعوب يا ميزان حملك شي بديك يصير تتحمل هس تريد وحدك تمشي عمش لون يال ما تمشي وحدك حتى لو تمدل ريتك انت موح المكامس بالعين وحقك شارجعت وهدمك نبلل ريتك انت موح المكامس بالعين وحقك شارجعت وهدمك نبلل الحزن ريتك انت موح المكامس بالعين وحقك شارجعت وهدمك نبلل وانا خرزك نزف ما زيدت همك وقطن غير على جرحك يشرب بدمك ويا قلب انت مثل النار ما يطفيك حتى الراي يدير اسمك الحزن من تلقعز ناسك مثل ثوب الغني شوفك وقبل لا تعتقي عوفك وكل مرسال منك كان ادقنا وشم على اليد حتى دموعين مسحة بحروفك تبا تشفوفك كل مرسال منك كان ادقنا وشم على اليد حتى دموعين مسحة بحروفك تبا تشفوفك بشف غير بس وياي مثل مقاود الزافوف وجيتك جيت الديان ما جيت بقلب ملهوف ومن تغيب تبا تشفوفك بشف غير بس وياي مثل مقاود الزافوف واجيتك جيت الديان ما جيت بقلب ملهوف ومن تغيب دور عليك كنت دوارة المحيوف اش كثر تعب اش دال موادعك للخوف ملافت ركضت من اجتوف اش يظرني الخوف عيون عيون تمثالش يظرني الخوف الغمض والصحن مثنيا��هما شوف انت اش يظرني الخوف عيون عيون تمثالش يظرني الخوف الغمض والصحن مثنيا هما شوف وحزlightly بس لدمك صار على دم غيرك هلا pinchار شبع ناسك تعرف الغريب عنيك وتعرف العطمع وياك ما يجف الحمام الدار وبعدك هذا ما أذيت نبقت شلمة تنشعليك ومن قتل الزعل ينشال دمفد وتعروس انحط تحت رجليك ومشيت بحيلك وقتلك ترى يفلال ناسك تفضح المكسور باشر من ترد متعوب راح أهلال عيد تصير كل ناسك تدلع ليك ومن طيح باشر من ترد متعوب راح أهلال عيد تصير كل ناسك تدلع ليك ومن طيح طيرت صيد ذباحك ليركض ليك وفرق بالطايع ومن طيح طيرت صيد ذباحك ليركض ليك وفرق بالطايع من العين ولع العين طحت صحبة صرت أحلة قد لو طيحت على العين فرق عن طيحت الكحلة وانا راس الجبل يا قاع ومطر حزنة قبل لا يوصلك بكتك وعرس فصلية دومة فراحك بسكتك وچنة تمثل الأمانة وياك تبعدني وتردني بمش تهاكنتك قلت لفراك بس باتر ترد ندمان عن قلتك وتلقان صد تلقاك بنفس منك سمحت الله سلامتك الله سلامتك سلامتك أنا حيلة أخرت لما انصحيت اي أنا حيلة أخرت لما انصحيت وهزا حسيت لتشنة ما حاسة الموت مرت وقعت لكن خطيت هاي بغيابك الموت الخامس سلامتك هاي القصيدة بقى فين 16 كتبت سلامتك 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 ويرجع بيك لمشانك كنت مثل الشمس وياك ما تانيت نوم واجيت ورد مكسور لدياري ومخلص دمع وأعذاري وذا انت صبحت جتال ياهول ياخذ بثاري سلامتك الله 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 يلا أخو يلا سوت وبيل يوم انتهت تقول لهنا وانتهت وانت اللي ردت تخسر نطيتك فرصة بسمانها وتتغير زنت شادودة ثاري بطينتك لونيين شو تش بغيبتي ومن نجهبك عنبر يا بالنسل السبح ما ينعرف لك راي إلك بدين حصة وبالطرى بتفتر يا بالنسل السبح يا بالنسل السبح ما ينعرف لك راي إلك بدين حصة وبالطرى بتفتر حسبالي زبد تطلع بخض الروس أخذ راسه وأشوفك تركد وتكبر حسبالي زبد تطلع بخض الروس أخذ راسه وأشوفك تركد وتكبر زرع سندانة تكبر تترك الرباك وعلى أقرب قاع تشمر روحك وتخضر زرع سندانة تكبر تترك الرباك وعلى أقرب قاع تشمر روحك وتخضر شباش السجن كل العيون عليك الله شباش السجن كل العيون عليك شباش السجن كل العيون عليك كلها تريد تاخذ من ضواك أكثر ايو خفات الهدم وما تقلع الغرق Aku bir an ايو خفات الهدم وما تقلع الغرق يسمح طبعك الغير، وبي صديق reciek دفتر الأول وفي اقوم يغلاط لاااااااااااااااااا disc او رجعتك وأشوف غلاطك وما بي söyleye لا تأثر غيظ الفاهي بعدك بعد ما ينّخف منا ولا بعد من الميت قال الله غيظ الفاهي بعدك بعد متو دفتر صف الأول يا دفتر صف الأول بيك كوم أغلاط أشوف أغلاطك وما بين أتأثر غيظ الفاهي بعدك بعد ما يخاف منه ولا بعد من المحن نسهر ليش اللي هس طيح بذكرك وأعثر شنو الفزز الدل وظى الوجه أصفر ليش اللي هس طيح بذكرك وأعثر شنو الفزز الدل وظى الوجه أصفر وشنو قلت قطن حط يد شام الجير شنو قلت قطن حطيت شام الجير صوتك تيهيتك ليج وتكتر جدره للكرم عشرتك كلها صخام جدره للكرم جدره للكرم عشرتك كلها صخام وزامط بيك قلهم هذا المعتبر البلم من بي شرق مني القصب ينظر شوف عيوبك ولا تبقى تتبختر أخذح شايتي واسمعها باخر بيت والذكر هدا تحتاج تتذكر لو بالقاع يطلع موش قرب الغيم ما أشاني لعفق بحجاري الشمع ما أشاني لعفق بحجاري الشمع الله حيرة راح تنتقل مني للجمهور أكيد راح تبقى تعليقاتكم أنا بالنسبة لي استنتعت بالاثنين مستحب أقدر أصوت الله يوفقكم ويخليكم تكتبون بهذه الطريقة اللي يتفرح أي واحد مهتم بالشعر الشعبي الله يسمي لك أمانت الله اليوم أي واحد يحب الشعر الشعبي يفرح مني يسمع أي شخصات الله يحفظك يا حبيبي ما عليك زود لا أعرف شكرا لكم كل شي أشكركم الله نحن اللي نشكر وصلت لي بغداد من أربيكم طبعا هذا شيء نتيم عندك كل الشكر عمر يقول لك أكيد اليوم عند التواضع ما يشتغل أقول لك أمانت والله عمر لازم يجيب بالأمر أمانت أكيد أعزائنا مشاهدين وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم أكيد منتظرين تعليقاتكم حتى نعرف منه اللي نال استحسانكم أكثر وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم تصبحنا على مليون خير وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر